تحذير جديد وصادم أطلقه صندوق النقد الدولي والذي كشف عن حجم الدول التي تحتاج لمساعدات عجلة لمواجهة أزمة الغذاء العالمي وخلال مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض كشفت مديرة الصندوق النقد الدولي كشفت أن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لنعدام الأمن الغذائي وأن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية ورجحت أن تطلب 10 إلى 20 دولة منها مساعدات طارئة وقالت أن الكثير من هذه الدول يقع في منطقة أفريقيا جنوبي صحراء الكبرى ومع هذا التحذير أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيضم صوته إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية لتخفيف الوضع وقالت أيضا أن دول الخليج العربية تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريبا بعد مجموعة التنسيق العربية في الأونة الأخيرة عن تقديم 10 مليارات دولار مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية ترجمة نانسي قنقر